مرحباً أعزائي الطلاب أنا المحاضر إبراهيم أبو جابر من قسم التربية وعلم النفس في الجامعة المفتوحة ندعوكم للتعلم معنا في هذا المساق المجاني بشكل حر عبر شبكة الإنترنت في موضوع علم النفس التربوي هذا الموضوع الذي سنناقش من خلاله الكثير من النقاط أو المواضيع مثل الدافعية، نظريات التعلم، نظريات تطور التفكير بيا جيفي جوتسكي أيضاً العوامل الاجتماعية داخل الصف، أنواع المجموعات، التماسك وغير ذلك وكثير من المواضيع الأخرى المتعلقة بعلم النفس التربوي كيف نتعلم في هذا المساق؟ طبعاً بواسطة موقع المساق على شبكة الإنترنت يمكن أن تشاهدوا المحاضرات القصيرة داخل الفيديو أيضاً من خلال النقاشات التي ستكون داخل المنتدى أيضاً هناك اختبارات قصيرة من أجل التقييم بالنسبة للطلاب وأيضاً هناك كتاب المساق الذي سيكون ضمن ملف تستطيعون الاحتفاظ به حفظه وقراءته طبعاً سيتم افتتاح الكورس في العاشر من فبروار 2015 وكل شخص مهتم في هذا الموضوع نحن ندعوه للتسجيل من خلال الرابط الذي سيظهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر